لم تتوقف ان انتهاكات التركية لسيادة العراقية إلى هذه اللحظة فالقوات التركية ما زالت تواصل قصفها بالطائرات والمدافع لمواقع حدودية في الداخل العراقي للأسبوع الثالث على التاولي مخلفة ضحايا من المدنيين العزلة وبالنظر إلى حجج أنقرة في خروقاتها المتكررة فإن المراقبين لا يجدون أي مسوغ قانوني دولي يتيح لتركيا خرق السيادة الوطنية العراقية خروقات التركية ليست بالجديدة فهي قديمة تستند إلى ما قبل 2003 بحجة أن هناك اتفاق مع النظام السابق نظام ما قبل 2003 بحجة متابعة البككة ولكن هذا لا يبيح لها التدخل عسكريا والتوغل داخل العراضي العراقية أتمنى إذا كان هناك ضغط كبير من الجانب العراقي ممكن أن نحص على قرار ضمن الفصل السادس أو السابق يمنع تركيا أو لا يجيز لتركيا التدخل السافر في حدود العراق مستقبلا وفيما ينتقد المراقبون الصمت الدولي يحملون أيضا الحكومات العراقية المتعاقبة مسؤولية ما وصفوه التماد التركي في خرق السيادة الوطنية لا سيما أن هناك أدوات يمكن أن تساعد في إيقاف هذه الانتهاكات من خلال تدويرها لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أو على الأقل لدى منظمة التعاون الإسلامية حتى المنظومة الدولية لم يكن لها رأيي على احتبار الحفاظ على المعيار الدولي واحتفاظ على الاتفاقيات الدولية الموجودة والمستمرة بين دول كل العالم اليوم الموقف التركي الذي حاول تكرارا ومرارا التجاوز على الأراضي العراقية بحجج ربما قد تكون الحجج ليس بمستوى التصرف الحالي في عملية المداهمة العسكرية والقصف العسكري والقصف الجوي اليوم نحتاج إلى حزمة من المواقف على المستوى الاتحادي يرافقها التأثير الخارجي للحكومة العراقية على الإسرة الدولية وبعد أن دخلت العمليات العسكرية التركية في مناطق داخل حدود إقليم كردستان العراق أسبوعها الثالثة فهي تعد بذلك أطول عملية لأنقرة بحجة ملاحقة حزب العمال الكردستاني وسط مخاوف من وجود نوايا أخرى غير معلنة لتركيا تجاه إقليم كردستان ومناطق أخرى قريبة إذا ما استمر الصمت الحكومي على حاله ملف الانتهاكات التركية المتكررة لسيادة العراقية دائما ما تظهر الحكومات العراقية بالموقف الضعيفة خاصة أنها لم تهتم بتدويل هذا الملف لدى المحاكم الدولية أو مجلس الأمن أو الأمم المتحدة من العصيب بغداد أحمد فيلي زغراسي بي